شوف اللي بعد كده الحناء أنا في المروس الشعبي تعتبر الحنة من أكثر العشابة التي توضع على الرأس وتستخدم صبغاتها المتعددة الألوان في علاج وتفادي مشيب الشعر ويصنع منها غسول مركز يوضع على الرأس من المساء حتى الصباح وعلى فكرة الحنة دي فيه منها اللون الأحمر وفيه منها اللون البني والكستنائي وفيه منها اللون الأسود يعني فيه أنواع من الحنة كثير جدا وعلى فكرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخالف اليهود وخيروا الشايبة بالحناء خالف اليهود وغيروا الشايبة بالحناء يعني إذن وقال في الحناء أنها تزيد من جمالكم ونكاحكم لأسباب لأن الحناء بتحتوي على كثير جدا من المواد اللي بتمتز يعني أنا مثلا كانوا دايما في الإبلي عندنا في الصعيد وفيه وجه بحري دايما يحنوا العروسين بالليل فيه ليلة الليلة اسم حتى ليلة الحنة واللية الحنة لما يستخدموا فيها الحنة الطبيعية وبتحطوها في الإيدين والرجلين اللي هي ميزة كبيرة جدا أنها بتمتز أجزاء منها جوه الجسم وتخش جوه وبتزود الـ FSH هرمون الرغبة ولذلك سيدنا الرسول الله تزيدوا من جمالكم ونكاحكم وبعدين يعني خالفوا اليهود وغيروا الشايبة بالحناء تخضبوا بالحناء وهكذا فيه حاجة مهمة جدا جدا أن عملية تغيير شيء بالحناء أو فيه ناس كترة جدا يقول لك الشعر الأبيض لما بنغيره بالحناء بيتحاول لونها الأحمر دي فكنت بتستخدم حنة لونها أحمر إنما فيه حنة إيراني وحنة سوداني لونها أسود وفيه حنة لونها خليجي فيه بعض ناس لما يستخدموا الحنة يضيفوا عليها جزء صغير جدا الجزء الصغير دي من الأسمد الطبيعي مش الحجر الأسود الحجر الأسود خطر جدا على استخدامه لأن استخدامه يعني بيجيبوه كبدرة وحجر أسود يحطوه مع الحناء في هذه الحالة أنا بنستخدم حاجات فيها كميات كبيرة جدا من الرصاص وفيها كميات من الكادمية وده في منطها الخطورة إنما إحنا لو استخدمنا الحناء المضاف إليها الأسمد الأسمد اللي هو الكحل الطبيعي الأسمد الأصوهاني يبقى في هذه الحالة بضمن إن السواد يبقى هنا سواد طبيعي جدا والسواد الطبيعي جدا يبقى كمان سواد خليجي أو الأسود الخليجي نشوف بعد كده بعد الحناء الزيوت بعد على فكرة أنا تكلمت قبل كده هو وقلت إن فيه كثير جدا منه أهم زيت يحافظ على جذور الشعر ويمنع اللون الأبيض أو حتى لو اللون الأبيض بدأ يخلي الجذر بتاع الشعر يطلع لونه يطلع يخليه لونه بني اللي هو زيت إكليل الجبل أو الرزماري زيت إكليل الجبل أو الرزماري أو ما يسمى زيت إكليل الجبل هو غالي شوية الكيلو يمكن بهاه حوالي 1500 بس الناقي منه طبعا معلش يعني مع احترام الشديد الزيوت من أي مصدر من المصادر إلا مرحمة ربي أفساده الطيبة من الرزق دايما أفساده الطيبة من الرزق ترجمة نانسي قنقر